اهلا بكم من جديد اذا عفافة البداية كالعادي مع نوين الاخبار الصباحية والبداية رح تكون عن استمرار الهدم والصاق اوامر هدم على بيوت في القرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب حيث قامت وحدات اسرائيلية مساء امس السبت بالصاق اوامر هدم على ثلاثة بيوت في قرية الغراء مسلوبة الاعتراف في مناطق غربي النقب ويأتي ذلك بعد اشهر من الهدوء النسبي في تنفيذ عمليات هدم بيوت الفلسطينيين في النقب حيث اقتحمت قوات الشرطة ووحدات يؤاف اضافة لموظفي سلطة التوطين البدو في قرى النقب مسلوبة الاعتراف الغراء الفرعة والهواشلي هذا وقامت بالصاق اوامر الهدم على عدد من البيوت في قرية الغراء الى جانب تهديد عدد اخر من اهالي القرى بدفع غرامات مالية اذا لم يقوموا بهدم منازلهم بانفسهم ومن هذا الموضوع المقلق امير رح ننتقل الى احصائيات فعلا مقلقة ومجددا قضية العنف والجريم بالمجتمع العربي نتحدث عن انه الاحصائيات تشير الى انه 95% من جرائم اطلاق النار بالبلاد تسجل في البلدات العربية دلت الاحصاءات الرسمية التي كشفت عنها النقاب شركة الاخبار الاسرائيلية انه 95% من جرائم اطلاق النار بالبلاد تسجل في البلدات العربية نعم عفاف يأتي ذلك في ظل غياب سلطة انقاذ القانون بالمجتمع العربي واتساع فوضى السلاح وارتفاع ايضا في عدد الجرائم القتل بسوء ابتقاع عس الشرطة بمكافحة العنف والجريمة ومن هذا الموضوع ننتقل لتسليط الدوء مجددا على القضية 4000 ونتحدث عن التحقيقات اللي مجددا رح يخضع لها رئيس الحكومي بن يمين نتنياهو وفي تفاصيل هذا الخبر يخضع رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو هذا الأسبوع للتحقيق مجددا في ملفات الفساد على ان تكون القضية 4000 والتي تتركز في حصول عائلة نتنياهو على منافع وتغطية ايجابية تتصل بالعلاقة بين موقع ولا وشركة بيزيك أولى جلسات التحقيق هذا وتشتبه الشرطة الاسرائيلية بأن نتنياهو الابن المدعو يائير كان له الدور الأساس في نقل المطالب بنشر تغطية ايجابية للعاملين في موقع ولا بواسطة المستشار الإعلام السابق لعائلة نتنياهو الذي تحول فيما بعد إلى شاهد ملك في هذه القاضية رح ننتقل في العنوان الآتي أو في الخبر الآتي أمير إلى الاستطلاعات اللي ما زالت تجريها القنوات الإسرائيلية بحيث نشرت القناة العاشرة الإسرائيلية استطلاعا للرأي حول نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في حال أجريت في مثل هذه الأيام نعم عفاف ووفق لهذا الاستطلاع للرأي الذي نشر فإن نتنياهو سيحصل على 31 مقعدا ما يعني مقعد إضافي عن قوته الحالي في حين حل ثانيا حزب يش عتيد ب18 مقعد وذلك بارتفاع سبعة مقاعد عن قوته الحالية أما كتلة المعسكر الصهيوني التي كانت قوة ثانية في الانتخابات الأخيرة فإنها انهارت في الكناست من 24 مقعد إلى 13 مقعد كما مر في حال أجريت الانتخابات في هذه الأيام ومنشير إلى أنه كل موضوع استطلاعات الرأي هو موضوع جدلي بالأساس ونسبي يتعلق بالكثير من المعايير يعني مش أكيد أن القناة العاشرة الإسرائيلية أخذت كل المعايير بعين الاعتبار ولكن يعني هاي استطلاعات اللي بنستناها منحب نعرف عنها دائما معلومات مش بالضبط دقيقة ولكن بتظلها ماد خام نترقبها بشكل دائم له ملف وموضوع آخر حيث أفد تقرير حقوقي صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلية أصدرت منذ مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الإدارية في الخامس عشر من شباط الماضي أكثر من ثلاثمائة قرار إداري ما بين أوامر جديدة أو تجديد لقرارات أخرى وذكر التقرير أن الاحتلال لأصدر ما يزيد عن أربع آلاف أمر إداري خلال السنوات الثلاثة الماضية ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى نحو أربعمائة وستين قرارا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقال بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ربما هذه المأساة مستمر الاعتقالات الإدارية مش عارف إذا في دولي في العالم بعد فيها مثل الاعتقالات الإدارية أنه تسجن وتعتقل أيضا بدون أي سبب بدون ما تعرف ويكون عندك الحق في حرية المعرفة ليش أنت معتقل نواصل إذن في عنوينة الصباحية اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس السبت رئيس الغرفة التجارية بالقدس المحامي كما لعبدات وعضو الغرفة التجارية رائد سعادة وحولتهما للتحقيق في معتقل المسكوبية على خلفية الدعوة لتنظيم إفطار رمضاني للصحفي وكانت عناصر من المخابرات والقوات الخاصة قد اقتحمت فندق الجيروزالم بالمدينة وحاصروا ومنعوا الدخول إليه وأخرجوا المتواجدين فيه ثم علقوا قرارا يقضي بمنع الإفطار الرمضاني نعم عفاف يعني إذا فكرت بشي مرحلة تبادر إلى إفطار رمضاني دير بالك ممكن يأتقلوك في الأودس أو في أي مكان المضحك المبكي عفوا فيما يخص الاعتقالات الإسرائيلية حتى فيما يخص المبادرات الاجتماعية وما إلى ذلك إذن عفاف بعد نهاية الأسبوع التي شهدت مظاهرة شاركة فيها العشرات من أبناء مدينة أم الفحم يوم الجمعة بالتحديد في مظاهرة حاشدة تنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مرسلنا خليل أديب أجمل لنا بالفعل الأجواء التي رفقت هذه المظاهرة فلنشاهد تقرير سويا امتدادا للفعاليات التضامنية التي أطلقتها الكوى السياسية في البلاد مع قطاع غزة مسيرة تلاحمية كما أسماها المشاركون في مدينة أم الفحم مع ابناء جلدتهم في غزة حيث رفعت الأعلام الفلسطينية والعبارات المنددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني اليوم نحن نتلاحم مع المليوني في أسبوع مسيرة العودة في غزة مسيرة الكدس عمليا هذا الوضع الموجود هنا هو واجب على كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بك في خنوع بك في سقوط بك في صمت شعبنا بيستشهد شعبنا جرحة في غزة الكل على الثوامة الفلسطينية في مسيرة العودة اللي راح تتحقق رغم الاحتلال مش اليوم مقرى بعد مقرى حتماً سنتحقق هذا الحق مقدس في العودة للشعب الفلسطيني منرجو من كل شعبنا أنه يلتعم مع شعبنا المناضر في غزة استنقار كبير من قبل المشاركين لاعتقال العديد خلال الفعاليات السابقة وصارحات أطلقها المشاركون تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لحماية أهالي غزة وفك الحصار عنهم الموضوع هو مجازر ترتكب على أهلنا وضد شعبنا في قطاع غزة وخروجنا خروج المظاهرات في أم الفحم وحيفا وباقي مدن وقرى الداخل الفلسطيني هو أمر طبيعي فنحن شعب واحد ودم واحد ومصير واحد هذا المطلوب هذه المظاهرات ليست محددة في مطلب معين الذي من الممكن أن نضع له سقف في حالتنا كعرب فلسطينيين في الداخل الفلسطيني نحن نقف إلى جانب غزة إلى جانب حق العودة الأهم في الموضوع أن مسيرات العودة الكبرى أعادت اليوم الاتبار لموضوع العودة العودة إلى الديار العودة يعني لحوالي 6-7 مليون لاجئ فلسطيني تستمر الوسائل النضالية السلمية التي يحارب بها الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل محاولا إصال غضبه لما بعد البحر على إن لم يسمعه أحد غضب البحر لغضبه وصارع بدل أن يثور غيره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر